السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري البنات لباس عليكم زياني كشبه خير كنت منها تكونوا بخير وعلى خير بأحوال جيدة واليوم كيف العادة نكون نهار وصفة اليوم هنتقاسم معكم واحد الشربة اللي القليل اللي كيستعملها هي الشربة ديال الدورة ديكا تجي رائعة بصدر الدجاج والخضر كيبقى اختياري صدر الدجاج يمكن يمكن لكم تحوضوه باللحم وهد البغشات ديال السمك الابيض اللي احتهم مزوينين وبحت تبيلة رائعة يعني شويتهم هكا في الفرن وصلطة هكا بسيطة يعني ما في حتى شي اضافات طبيعية يعني تقريبا هد الوصفة صحية ومتكاملة تغنيك على بزافي الاشياء وقعدين دابا ندوزو باش نشوفو المقادير وطريقة تحضير خليكم معيا في الفيديو للاخير وكنتمنى ان الفيديو يجيبكم ومنها تلي عادة وجداد كنتمنى انكم تغطو على زل احمل اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ودابا نشوفو المقادير عندي هنا ميتين وخمسين جرام ديال صدر الدجاج كليكم ديرو غير ميت جرام دكشي كيبقى اختياري وهذه هي الضورة اللي خاصة تكون غليظة يعني الحمود ديالة ما يكونون شرقاقين بالاحسن تكون غليظة وتكون باينة مش ما جيكم شمعجنة وعندي ربع كاز ديال زيت زيتون وجوج ديال الجزارات او خيزوة مقطعين مكعبات وحبة ديال الطماطم احتى هي مقطعة بحيدة لها بقشرة ديالها ومنزوعة ديال ما وذيكشي اللي فيها وعندي بصلة محكوكا وقصبرو مع دنوس قطعة ورقيق كليكم تكتافوا غير من مع دنوس وعندي هنا التوابل الفلفل ابيض كركم ملحة سكنجبير وتومة محكوكا تقريبا واحد ثلاثة ديال الريوز ديال التومة وهذا هم المكونات اللي غدا نستعمل هاد الوصفة هادي ودبا غدا ندوس باش نحضر الشربة وضعت طنجر على النار وضفت الزيت راني لاحظتوا الفيديو راني صرعتوا باش هكا ما يكونش طويل زده وموميل وكنحاول نختصر ليكم بلا ما نقص ديالي كذيلك وتكشب التفصيل وضعت البصلة والتوابل وعدا نخلط هكا هاد المكونات البصلة والاوز زيت مع بعضهم وضعت عليهم القطع ديال صدر الدجاج كيما لاحظتون مربعات كيكونوا مقعدين وكيجي ذكش متساوي لانا الدجاج مني كان جبته من الكونجيلاتور يعني ما كان خليش مدة طويلة حطوط حتى كي دوب تماما هاد المقطعه كان قطعه هو كيكون باقي بحل جامد شوية شد فراسه باش تيني الفورما ديال مني قطعه يكون مزيان وهنا الضرار انا رطبتها شوية وغادا نغسلها من شعق اللي تيكون فيها هكا زايد الدجاج مني كتقطعوه هو يكون باقي جامد شوية كيبقى مني ضر دياله زوين وستخدوها هكا في ال اني مغلو نديرو يعني صندويتشات الاطفال كيبقى داك شي مقعد وكيجي الحجم ديالهم زوين وضع التوابل مع الدجاج التوابل اللي سبق لي وذكرت معاكم وحبة ديال الطماطم اللي هي محيدة لها القشرة دياله ممحكوكاش غير مقطعه كتجي مزيانه احسن يمكن لكم نضيفو القرعة يمكن لكم نضيفو اي حاجة انتم ما كتفضلوها وكتبغيوها مهم انا يعني درت غير الخيزو او الجازر وبقيت هكا كم يعني نخلط فالمكونات كاملة مع بعضها واعدا دا بنا نزيد الماء الكافي مع هاد الوصفة هادي من بعد ما نوضع الدرة كتجي لدي دا لبنا تصدقوني وكتكون خفيفة على المعدة لدي دا بزاف جربوها واكيد غتعجبكم وقليل البنات اللي كيستعملوها انا كنشوف يعني غالبا كيستعملوها غالب البولة او مي هاد 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 دورة هادي قليل كيستعملها وده بعدا نبدا نوضع في الماء اللي غدا طيب اللي هي فيه يعني الكافي لانها احتاجها يا راحشك الزلب البولة كتزاد الكيمية ديالها تبارك الله راح غير من شوية انا ادري تغير هادي كنص الزلافة قطعتني واحد يعني تقريبا قريبة طنجرة يعني قطعتها واحد الكيمية اللي مهمة ووضعت الماء الكافي اللي خاصو يكون مغطي الطنجرة يعني فوق منها يعني مضو بالشيش حر من المرة مهم مهم اكوا عارفين بحش كتل البولة وصافي الماء الكافي وهنا اخذت واحد الخمسمائة كران ديال سدر او عفوا سدر التجج السمك الافيض عادا نقطعوها كطريفات اللي يكونوا متساويين يكونوا بنفس الحجم كتلاحظو كيجي زوين البنات وكيجي رائع خصوصا من يقدروا في الفران ومن الاحسن انكم يعني مني تشرمنوا وتخليهم متى طويلة انا درتو غير ساعتهم ما عنديش الوقت صراحة وهنا عندي طومات سوغيز فلفل مقطعا عندي توابل ديال السماك الكركم فلفل ابيض الملحة وبدرة التوم هاده هما التوابل اللي استعملش والحامض اللي غادا ندير منه تقريبا واحد مالقاه ولا مهم الكافي ولا جوج وعندي جوج دلمعالق ديال يوغورط طبيعي اللي حتى هو كيجي زوين وكيعطيته واحد لده وضعت يعني صدر الدجاج صدر الدجاج صفوالله العظيم طب اخري دجاج كنت في الشربة وضعت في السمك وضعت توابل والخالط كامل مع بعضه مع هاد طريفات ديال السمك الابيض وغادا نخلط هديك يعني قاعدو كل المكونات كيما رحتو مع بعضها هنزد شوية ديال الزعتر كيبقى اختياري كيجي زوين مع السمك يعني غيرو حد شوية هكا بسبعكم تزدسوه ولا حد نسمعي القصيرة يعني بالعبار ودزد دابا باش هادا نصيبو هكا في هاد بروشات وكن يعني البنات اللي عندهم الوقت من الاحسن انهم يخليو تقريبا مي ساعة ساعتين ذا كيش الوقت اللي كيبغوهوما كيولي احسن وكيولي لديد اكتر انا ما كانش عندي الوقت يعني صيبته في ساعته ولغم دالك يعني بسرعة وادشي جزوين وبنين انتمنى حتى تومى انكم تجربوه ولاحظوا معي يعني كنحاول نزينو هكا بطاريختي كنذير طومة تتغيز في الجناب باش تبقى جامعة وتبقى يعني يبقى يعني الوسط يلا ما يبقى شي عواج وذك شي هدي فكرة زوينة وحتلف الفلارة هكا بحلكة تبلوكي ذك السمك كيكون كيكون حدا باهضو كيبقى شي لعب لانه هو شوية فراجيل ولاحظوا معي كنحاول نشوف يعني الجهة اللي غدا جيني فيها يعني الطريقة هكا عقبت قلبتو ما جاتني شي هاديك لان السمك كان شوية كان نخاف عليه الترس ولا ساعة الحمدلله كل شي جا تابت وجو مقعدين وجو زوينين وانا كيعجبني هكا كنديرو في الفرنان كيجي زوين يعني كنغيرو على الطواجن وعلى الناو مع السوس وحتى هكا كيجي زوين فكرة ملاش الله في شهر رمضان اللي زوينة وصحية وكنتبتو بقوماتسو غيز من جناب كما لاحتو والفلفلارها اختياري اللي ما بغاش ما يستعملهاش وحتى طواماتسو غيز داك شي كيبقى لحسب الرغبة واللي ما بغاش يدير حتى العويدات ما يديرو مش يعني يخلط هادك السمك هاكا ويشد اللاطة ديال الفران وفرش لهادك الورق ديال الزبدة اللي مهم بزاف باش ما يتحرقش لكم السمك ديالكم يبقى مضيان كتفرشو وكتحطو فيدو كتريف هاد جوز السمك وقد دخلوه الفران ومن يتخررو زينو فيدي القصبر معتنوس بالفلافل من جناب مهم داك شي كيبقى حسن الضخ ولكن هاكا من يديرو في البروشات كيجي زوين وكيعطو حد المنايطر احسن مهم هدا البنات اللي ما عندهم ش هاكا ما فيهم ش ما يبقى ويصيبو ويصيبو هاكا غير تقطعوه ودخلو الفرن راكي يجي زوين محتاجين ش حتى تديروه ولكن لو بغيتو المنايطر هاد طريقة كتقع حسن ما تشكيل وصافي هنا ران تاهيت تقريبا يعني سمك راني وجدته في اللاطة اللي غندخل الفران با ما فرش لوارق زبدة ودرتو انا على مية وتمانين داراجة يعني احتاج انا دير الفرفارة وكيبقى لحسب فرن دي لكل سيدة انا ما نقدرش نقول يعني دائما قاد يد الفران ما كان بغيش نقولها في التعالق لان كل فرن كيختالف لالاخر ما نقدرش نقول بالطب وهنا عارا من بعد ما اخرجت هادك الماد بروشات دي السمك رافقتهم بوحد صلاطة طبيعية اللي فيها البصل الاخطار فيها هادك الفرماج موزاريلا ومشي موزاريلا هادك طماطس وميز ومهم تزيين كيبقى حسب الموجود وممكن لكم ديرو الخيار ديرو ما تديرو حتى شي حاجة تحطو مغير هاكك ذاك شي كيبقى اختياري وصص راني غاد حطو يعني هاكك في الواسط اللي بغا استعملو اللي مبغاش كيبقى اختياري انا كتعجمين اكوش لادا هاكا طبيعية والطبق كيجي زوين ورائع في الشكل ديالو وفي الماداق وكيعطك واحد شاهية ويعني باش تاكلي وباش يكوني مزيانة ولاحظوا معي يعني طبق صحي اللي ما فيش ايطافات ما ديراش فيش ما فيش القليان وانا دائما كنحاول ما امكان ان نبعد لا انا لقلي هاكا ما نستعملوش بزاف في المنزل مار مره يعني مره في شهر او شهرين اما باش نقلي هاكا بشكل يومي او لكل اسبوع ما عنديش القليه في الدار وهدي السوس دياللافوكا صيبتو ان شاء الله نبارتاجي معاكم شينهار وهادي هي الشوربا كيما كتلاحظو كالجيزوينة وطقية تعديل الجاج يمكن لكم تديرو غير الشوربا بوحدها بلاد وطقية تعديل الجاج وكنتمنى هادي الفيديو يعجبكم ولا يعجبكم متوخرش اليابلي لايك وبارتاج مع اصدقائي ديالكم وانتلقوا ان شاء الله الفيديو اخر واسلام عليكم